أفاد رئيس بلدية مدينة خارك في الأوكرانية بسماع دوي نحو 15 انفجار صباح اليوم وأفادت مصادر بأن ضربات صاروخية روسية استهدفت امدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئيا للتيار ولم يشر تيريخوف لسقوط ضحايا وأضاف أن بعض مضخات المياه في المدينة توقفت بسبب الهجمات كما أفاد رئيس بلدية كريفيريه في وسط أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في المدينة لكنه لم يتطرق للتفاصيل من جانبها أفادت إدارة مدينة زبروجيا بجنوب أوكرانيا بوقوع ثماني ضربات صاروخية وإصابة بعض السكان المحليين